موسيقى باعتبار مدن البهن والكفاءات فضاءات ذات توجه جديد وعصري في مرافقة الشباب نحو الاختيار الأنجح الذي يوازن بين ميولاتهم المهنية وحاجية سوق الشغل فإنه منذ البداية يتم مرافقة المتدربين من خلال مستشار التوجيه والمساعدة على اختيار شعبة التخصص لكن وقبل ذلك ومن خلال جدع مشترك يستفيد المتدربون من مجموعة من الأنشطة لتطوير كفاءاتهم اللغوية واستعمال تقنيات المعلوميات الذكية وتشجيعهم على الانفتاح والمشاركة في العمل الجماعي والخلق والإبداع هذا العرض التكويني تم تطويره بشراكة مع جميع المتدخلين المهنيين القطاعات الحكومية المعنية وهذا البرنامج التكويني سيتم تنزيله حسب نموذج بيداغوجي جديد نموذج بيداغوجي يجعل المتدرب في صلب العملية التكوينية يعتمد على التكوين بالتطبيق يعتمد كذلك على الرقمية بشكل كبير ومن بين الأقطاب المهنية الجديدة التي تتوفر عليها مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباطسل القنيترة قطب الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي يضم 22 شعبة للتكوين توطي جميع مكونات هذه المهن الشعب هذه تساير متطلبة سوق الصغل المغربي وكذلك تضم آخر مستجدات في السحر الرقمية على الصعيد الدولي بحيث أن المتدربين يستطيعون أنهم بعد التخرج من هذه المؤسسة يلقوا فرصة عمل في مجال تخصص ديره اختارت مجال ديفلوبمون ديجيطال كونه أنه مجال فيها بزاف ذي الأمور المتطورة خاصة أنه تفيدنا في المجال المعلوماتية اختارت CMC لكونها أنها جديدة وبإمكانها أنها تساعدنا بشأننا نطوره كتر وكتر خصوصا أن هذا المجال ليه طلب بزاف قطب التسيير والتجارة هو أيضا أصبح التكوين فيه يسير واقع ومتطلبات المقاولة الحديثة ولتقريب المتدربين من هذا الواقع تم توفر مقاولة افتراضية تعطي نظرة شاملة على المقاولة وتمكن المتدربين من خوض تجارب عن طريق المحاكاة المبدأ هو أننا نجعل المتدربين يطبقوا كل مقرأة في العامين ديالهم ديال الفرماتين في واحد المكان اللي يشبه سوق العمل يعني فيه شركات نقولو افتراضية وفيه مكان اللي غيهضرو فيه على استراتيجيات ديالهم وقال اختيارات تجارية اللي داروها في هاداك السوق الشغل التنافسي اختارت لجسيان دانترابخيز حيث أن دا أفاق يزي إلي هيزوين بزاف وكانتون نتوفق في التراث ديالهم وانفتاحاً على المجال القروب الجهة تضم مدينة البهن والكفاءات لجهة الرباطسل القنيترة قطباً خاصاً لمهن الفلاحة تضم 14 شعبة تتناول الانتاج الفلاحي والتسير الفلاحي والصناعات الفلاحية ومهن الفلاحة الدقيقة قطب الفلاحة من بين الأقطاب الجديدة اللي تحدثت في مدينة المهن والكفاءات في جهة الرباط السلاء القنيترة نظرة للخصاص اللي كان في الجهة لحسب المستوى الفلاحة جميع التخصصات هنا موجودة بكل المستويات الدراسية من أجل تقديم هذه التخصصات أدنى دقاعات للدرس وضيعة فلاحية وست ورشات بيداغوجية مجهزة بأحدث الأجهزة من أجل مواكبة سوق الشغل وتمكن المتدربين من مواكبة سوق الشغل وإحداث أيضاً منشآت مشتركة من أجل تمكين المتدربين من خراج الحس المقاوة لديهم الطاقة الاستعابية لمدينة البهن والكفاءات لجهة الرباط السلاء القنيترة ستعرف سنوياً الرفع من طاقتها الاستعابية بما ينهز ألف مقعد بيداغوجي كما يتم الانفتاح على تخصصات أخرى ففي السنة المقبلة سيتم فتح المهد المتخصص في مهن الصحة والمهد المتخصص في مهن الصناعة الغذائية